طيب يمكن في بداية هذا الاسبوع انا قلت لحضراتكم ان الايام القادمة مع في بداية الاسبوع انتركوا الايام اللي جاية سواء حد اثنين ثلاثة اربعة خميس كده هتلاقي كمية اشعاعات واخبار مضروبة كتيرة جدا طيب لو اعتبرنا انه القايمة اللي موجودة في كل مكان دي قايمة حقيقية وهي اقرب للواقع بيني وبينكم هي اقرب للواقع ولكن يعني بالحقيقة ما اعلنت رسميا على الموقع الرسمي للفيفا وبالتالي خلاص يعني خلينا اقول لحضراتكم انه حراسة المرمى كابتن محمد الشناوي مصطفى شبير وحمزة علاء ومحمد هاني واكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم الدبيس اما خط الوسط اليو ديانج وامام عشور ومروان عطية وعمر السولية واحمد نبيل كوكا وافشة ثم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وكريم فؤاد اما من خط الهجوم انتوني مودست وكهرباء وبرسي تاو طيب هل ده معناه ان اللعيبة اللي مش موجودة في هذه القائمة يتقال عليهم ان هم مش مقتنع بيهم ان هو مش عايزهم ان هو مش كذا ان المدير الفني مش عايز كل هؤلاء اللعبين بالمناسبة هي قد تكون فكرة محدش عارف هو قد تكون في دماغه ان انا رايح العب ان شاء الله ان شاء الله اكتر من مباراة هناك علشان كده انا محتاج اللعيبة دي بالمواصفات دي فهي اللي تخليني اقدر العب في هذا التوقيت براس حربة يا مودست يا بيرسي تاو او كهرباء مش حابقى محتاج صلاح محسن مثلا دي من وجهة نظر الراجل بالمناسبة محدش يعرف ايه اللي بيحصل في التمرين يعني ايه يعني المدير الفني والجهاز الفني اللي معاه هو فقط من يعلم ماذا يحدث في التمرين محدش عارف محدش يقدر يقولك ايه اصله النهاردة صلاح محسن كان كويس اصله النهاردة اسلام كان كويس مش عايز اتكلم على حد بعينه ولكن هي بالفعل رؤية فنية للمدير الفني محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل فانا الحقيقة باستغرب جدا جدا من الاخبار اللي بتقعد تكتب كل يوم بنفس الطريقة وبنفس الشكل صلاح محسن لعيب كبير جدا احمد عبدالقادر لعيب كبير جدا كلها محمود متولي لعيب كبير جدا كلها هؤلاء اللاعبين لعبين كبار ومثلوا النادي الاهلي وحيمثلوا النادي الاهلي الفترة اللي جاي ان شاء الله مفيش اي مشكلة في هذا الامر ولكن هي رؤية فنية لمدير فني يرى ان الافضل هؤلاء هم المجموعة الافضل خلال هذه الفترة من بعد مباراة شباب بلوزداد هتجد ان نهاء هذه المجموعة هي الافضل خلال الفترة اللي بعد مباراة شباب بلوزداد هو دي وجهة نظر الراجل هي دي الطريقة اللي بيفكر بيها اي مدير فني بالمناسبة مش مرسيل كولر باس اي مدير فني مدير فني في مدير فني تاني يقولك لأ انا عايز فلان الفلاني هو اللي يبقى موجود واحد من الناس اللي مش موجودة يبقى هو اللي موجود وجهة نظر فنية كلها صح الاراء الفنية كلها صح بالمناسبة يعني ولكن لانه انا كمدير فني من حق ان انا شوف انه الرأس حرب ده هو الافضل دلوقتي او انا شايف ان انا هلعب بطريقة معينة يتناسب معاها فلان وعلان وترتان لانه انا بشوف كثير من العنوين العشوائية الحقيقة في بعض المواقع والصحف طيب بما اننا هنا اتكلمنا اقول ان هي رؤية مدير فني ومن حق مدير فني ان يرى ما يراه وهو اللي بيتحسب في نهاية الامر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة